في إطار زيارة رسمية التي يقوم بها صاحب الجلالة سلطان حاج حسن البلقية سلطان برناي دار السلام الشقيقة لمملكة البحرين قام صاحب سمو الملكي الأمير عبد المتيم بن سلطان حاج حسن البلقية بزيارة إلى مقر مجلس التنمية الاقتصادية في خليج البحرين وكان في استقبال سموه معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وبحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء والمسؤولين من كلا الجانبين وقد رحب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بصاحب السمو الملكي الأمير عبد المتين مؤكدا على أهمية نتائج الاجتماع الرسمي بين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وصاحب الجلالة السلطان حاج حسن البلقية سلطان برناي دار السلام الشقيقة في دعم وتعزيز مسارات التعاون والتنسيق بين البلدين على مختلف المستويات مؤكدا على ما تشهده العلاقات الثنائية القائمة بين مملكة البحرين وسلطنة برناي الشقيقة من تطور ونمو مستمر على كافة الأصعدة ونوها معالي بما تحظى به هذه العلاقات من حرص واهتمام من قبل الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس المزراء حفظه الله لمواصلة العمل على تعزيزها والمضي بها قدما على كافة الأصعدة وأكد معالي على الحرص المتبادل على تعزيز العلاقات القائمة بين البلدين بما يفتح آفاقا أرحب لتوسيع نطاق التعاون في كافة المجالات لسيما التجارية والاقتصادية والاستثمارية منها وما يتطلبه ذلك من عمل دؤوب ومستمر على تعظيم الاستفادة مما يمتلكه البلدان من مقومات جاذبة للاستثمار تمكن رجال الأعمال ومؤسسات القطاع الخاص في كلا الجانبين من استكشاف فرص واعدة وجديدة هذا وقد أطلع وفد سلطنة بروناي الشقيقة على عرض حول الفرص الاستثمارية الواعدة بمملكة البحرين والخدمات التي يقدمها مجلس التنمية الاقتصادية للمستثمرين وجهود المجلس في تنويع القاعدة الاقتصادية والسبل الكفيلة لتعزيز الاستثمار بين المملكة والأسواق العالمية التي أسهمت في استقطاب الاستثمارات المباشرة إلى البلاد بهدف خلق المزيد من الفرص النوعية للمواطنين ترجمة نانسي قنقر